ازمة وقود لا تفتأ ان تختفي حتى تعاود الظهور متنقلة بين محافظات العراق وهو البلد الذي يحتل المركز الرابع ضمن قائمة اكبر منتجي النفط في العالم ازمة غير ناجمة اذا عن نقص في الانتاج وانما تتسبب بها عمليات التهريب الممنهج للنفط الى خارج البلاد تتورط فيها عصابات تهريب تتشارك معها في التخطيط والتنفيذ والارباح ميليشيات باتت تسيطر على العراق سياسيا وامنيا واقتصاديا مؤسسة جلوبال انيتياتيف التي تتخذ من جنيف مقر لها تقول في تقريض النشرة حديثا ان ما يقدر بسبعة ملايين لتر من النفط العراقي تهرب يوميا الى خارج البلاد عبر معابر خارجة عن السيطرة اساسا لافتة الى ان ظاهرة تهريب النفط ليست جديدة في العراق الا ان حجم سوق النفط غير القانوني توسع كثيرا في السنوات الاخيرة بسبب اختلاف الاسعار وتباينها بين العراق ودول الجوار تزامنا مع فقدان الامل بانتهاء قريب للحرب في اوكرانيا وهم اكده تقرير اخر لمنظمة المبادرة الدولية لمكافحة الجريمة وبحسب تقرير المؤسسة الدولية فان تهريب النفط في العراق من شأنه ان يخلف تداعيات خطيرة على مجمل الاوضاع الاقتصادية في البلاد الهشة اساسا وبالنظر الى بيانات حكومية رسمية تؤكد ان نحو 150 مليار دولار من عائدات النفط قد ضاعت بسبب التهريب منذ الغزو الامريكي لعراق عام 2003 فان تلك التداعيات السلبية قد تمتد الى ملف اعادة الاعمار في المحافظات التي شهدت العمليات العسكرية في السنوات الاخيرة مثل نينما وصلاح الدين والانبار تقع السلطات الحكومية في بغداد عن اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل وضع حد لممارسات الميليشيات وعصابات تهريب النفط العراقي يفتح الباب امام تساؤلات كثيرة عن احتمالات تواطئ حكومة بغداد مع عمليات التهريب لا سيما ان هذه الحكومة جاءت كنتاج سياسي لتحالف انتخابي بين عدد من الميليشيات الموالية لايران والمسيطرة على المنافذ الحدودية بما يجعلها في دائرة الاتهام بتهريب النفط واستنزاف ثروات البلاد